أخيراً في الأهلي قبل أن نطلع الفاصل أريد أن أتكلم يا جماعة على محمد عبد المنح أيضاً محمد عبد المنح كلمت من يومين وقلت محمد يجب أن يقعد مع نفسه طبعاً لا أريد أن أقول لك كما أنت تقول هذا الكلام قبل أن أرش الزمالك أكيد أنا مثلاً أتكلم أحد بلاستيك أصلاً المبدئ يا جماعة اللي حاولوا يمرروا لبعض الناس ونصدقوه منطق طفول يا جماعة أن هناك مزيع يقول كلام ونقد فيوقع نادي بجمهور يضرب مجلس يضرب مجهز فني بلاعيبة بلاعيب دولي بلاعيب لعب قدام السنغال هو فيه كده يا جدعان لو أكلم توم وجيري ليس هيقع بالمجلس مفيش كده يا جدعان نحن بنتكلم في الكورة أنت نفسك كأهلاوي هتبقى مختلف محمد عبد المنح لم يكن من ساعة كاسة عامل الأندية لم يكن من ساعة كاسة عامل الأندية يا جماعة أول طريق للحفاظ على النعمة هو شكرها ومحمد عبد المنعم وغيره من لعيبة مصر في نعمة ما بعدها نعمة ليس حسين بقيمتها في ملايين من العيال والشباب في كل محافظات مصر يتمنوا يعدوا مدام الأهلي والزمالك محمد عبد المنعم مفيش اتنين يختلف ومفيش عائل يختلف أنه أحسن مدفع في مصر وأعلى إمكانات مدفع في مصر بس الاستمرارية هي الأهم الاستمرارية هي الأهم والمهم أن انت تبقى عارف أن الكورة ملهاش كبير وأن الثقة بالنفس لا يجب أن تتحول إلى غرور أو إلى تعالي أو أن انت تحس أن انت أكبر من الكورة ما في الكورة مهاش كبير ومهاش أمان تقلب معاك في ثانية وإحنا مش دورنا جماعة نقعد نطبل للعيبة عمال على بطال وهم وحشين وهم كويسين ده مش إعلام إحنا دورنا أن إحنا برضو أرجع أقولك أنا بابني رأيي ده على أساس إيه؟ على أساس حديث سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام هو إحنا مش بنحب اللعيبة دي؟ أهلي وزمالك وإسماعيلي كل إبيت مصر عزيزي نشوفه في أحسن حل؟ طب سيدنا النبي يقولك إيه؟ أنصر أخاك ظلما أو مظلوما؟ أنا مش فاكر مثل الحديث بأن السماء معناه أنصره يا رسول الله مظلوما فكيف أنصره ظلما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مش فاكر الكلمة بالضبط بأن السماء معناه يعني تبعده عن ظلمه يعني ما تخليوش يظلم طب في الموقع لما تطبق القعدة دي على اللي إحنا بنتكلم فيه بقى بنقول إيه؟ بنقول إدنا لما أشوف محمد عبد المنعم أو غيره من اللعيبة كويس هشيب بيه؟ يقوله جذع محمد تكمل لما أشوفك وحش هقوله محمد خلي بالك أنت مستويتي مش كويس هل أنا كده بقى بأكسر فيه؟ لا ده أنا بعينه من اللعات تبضله يا حمادة يا مانعم يا مانعم هاي بقى فتكر النوع فما مش فرق بالنسبة له بقى كويس من الوحش وخلاص كله ما أكده كده بقى أنا بتشال على الراس؟ لا أقوله خلي بالك أنت علامي أنت مدافع جامد أنت أحسن مدافع مصر بس بقى لك أربعة شهور مش فقى أحسن أداء ليك بقى لك أربعة شهور مش فقى هل بقى أقول كده بعد نطشة ولا اثنين؟ لا مهو برضو مش مكنة وارد نطشة اثنين مبقاش موفق لكن لما أقعد ثلاثة أربعة شهور لا دي فترة كبيرة يا محمد كن بقى اللي مخليك بقى مستويك مش كويس ده بقى وتعدله وتصلحه حتى لو مرق يا جماعة أنا دلوقتي ده الوعدة اللي أقدر قديمه بس تقول أهلي مرق الشهر اللي فات بس من ثلاثة شهور ربعة شهور ما كانش مرق بالشكل ده عايز تحترف اعرف كويس جدا أن أداءك في الملعب وتفنيك في الملعب ومستوىك في الملعب هو اللي هجيب لك الاحتراف وانت حطت رجلي على رجلي لأن انت فعلا تستحق الاحتراف وانا أمنيتي يا سخصوات انت تحترف لأن انت فعلا عندك ان كانت تلعب في أعلى الدوريات بس بشريطة الالتزام لانضباط الاستمرارية وتعرف كويس يا محمد انت وكل اللعيب أخواتنا الصغيرين أنه في الأول وفي الآخر كورة ملهاش كبير وفرق كبير بين الثقة بالنفس والتعالي والغرور